اهلا ومرحبا بكم نهار اليوم بقية المملكة تحت تأثير الموجة الحارة بحيث كانت درجات الحرارة في الزرقاء مثلا حوالي 42 درجة مئوية وفعلا ايضا كانت اجواء حارة في شرقي العاصمة عمان وحوالي 40 درجة مئوية والان الاجواء صافية وايضا مع 31 درجة مئوية وحركة الرياح تكون شمالية غربية خلال هذه الليلة تنخف الدرجات الحرارة بالمقارنة مع الليالي الماضية لتصل الدنيا الى 24 درجة مئوية والاجواء ايضا صافية خلال هذه الليلة ترتفع نسب الرطوبة وهي حوالي 60% ودرجات الحرارة التي نشعر بها ايضا هي حوالي 24 درجة لنهار الغد تستمر المملكة تحت تأثير الموجة الحارة مع 37 درجة مئوية والاجواء حارة في اغلب مناطق المملكة وتكون شديدة الحرارة في كل من البادية والاغوار بالبحر الميت وايضا في خليج العقبة حيث تصل هناك الى 45 درجة مئوية والان مع درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الليلة والعظمى لنهار الغد نبدأ كالعادة من خليج العقبة 30 درجة خلال هذه الليلة ترتفع غدا الى 44 وفي وادي رم حوالي 43 درجة واجواء شديدة الحرارة في رأس النقب 25 وفي معان 26 درجة مئوية والاجواء صافية لترتفع غدا الى 43 وفي رأس النقب العظمى هي 37 درجة مئوية الطفيلة 23 والرشادية هذه الليلة حوالي 19 درجة لترتفع غدا الى 31 والطفيلة حوالي 34 درجة مئوية نستمر بدرجات الحرارة خلال هذه الليلة في الكرك 23 درجة وفي وادي الموجب 28 مئوية لترتفع غدا الى 38 وفي مدينة الكرك حوالي 34 درجة والاجواء تكون صافية لنهار الغد في مادبة 21 ومطار الملك عليها 19 درجة مئوية لترتفع غدا الى 35 في مادبة والبحر الميت حوالي 41 مئوية غرب عمان حوالي 24 وشرق عمان 25 درجة وغدا حوالي 38 وفي غرب عمان 37 درجة خلال هذه الليلة في الصويلح 23 وزرقاء 24 وغدا حوالي 36 درجة مئوية والاجواء تكون حارة نكمل درجات الحرارة في عجلون مثلا هذه الليلة 22 درجة وغدا حوالي 33 وفي دير على اجواء حارة مع 42 درجة في اربد الدنيا 25 والعظمى هي 36 درجة مئوية الاجواء فعلا تكون حارة خلال هذا الوقت من العام نكمل درجات الحرارة في جرش حوالي 25 هذه الليلة وفي المفرق غدا حوالي 38 درجة وفي جرش حوالي 36 درجة مئوية المناطق الشرقية من البلاد في الازرق حوالي 26 لترتفع غدا الى 43 درجة والاجواء تكون حارة في المناطق الشرقية والصحراوية فرويشد 30 والصفاوي 31 درجة غدا 43 وفرويشد حوالي 45 درجة مئوية اخيرا الدنيا في الجفر هي 26 والعظمى حوالي 43 درجة مئوية اذا بالحديث مجددا عن نهار الغد ترتفع درجات الحرارة لتكون اعلى من المعدلات بحوالي 5 الى 7 درجات مئوية واتصل العظمى الى 37 درجة مئوية وتنخفض ليلا الى 24 مع اجواء معتدلة اليومي الخميس والجمعة هناك انخفاض على درجات الحرارة وبالتحديد في المناطق الجبلية وايضا تكون درجات الحرارة اليوم الخميس هي 36 درجة واليوم الجمعة ايضا اجواء حارة في بقية مناطق المملكة مع 35 مئوية وليلا تنخفض الى 22 درجة انتهت النشرة على امل اللقاء بكم غدا بنفس الوقت اشتركوا في القناة